اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعبد الناصر طبعا هو والمجموعة العساكر اللي معاها اتولوا السلطة من سنة 54 ما شفناش خير على الدين الحكم العسكري اطلاقا ولا احنا ولا غيرنا نبص على دول كتيرة في جنوب امريكا وفي اسيا وفي اوروبا الشرقية كل الحكومات العسكرية كانت النتيجة ان هي خربت بلادها لان العسكر لا يفهموا السياسة ولا يقدروا يحكموا حكم مدني دول الناس واخدين على تأدية التحية العسكرية صحة او غلط بيطيع الاوامر وبعدين يتظلم احنا ماينفعش ندار كدولة بهذا الاسلوب لان احنا دلوقتي نتيجة الحكم العسكري من 52 ما عندناش تعليم رقم التعليم في مصر احنا رقم الدولة رقم 187 من 193 دولة يعني احنا في اخر 6 دول في العالم ما عندناش جامعة في مصر من الخمسمائة جامعة الاولى على العالم ما عندناش صحة ما عندناش مرافق حكم العسكر طبعا ودنا في اخر قائمة الدول وللأسف الشديد حتى كعسكر ما انتصروش في اي حرب اتهزموا في 67 واتهزموا بارضو في 73 رغم انهم بيقولوا ان احنا انتصرنا لكن هي كانت هزيمة لان كانت نتيجتها كان بديفد ومقررات كان بديفد والهم اللي احنا فيه من كان بديفد لغاية النهاردة ومش قادرين نتنفس ومش قادرين نقول لا انا عشت في امريكا 20 سنة كنت عضو في جمعيات منهضة للصهيونية وكنا بنقوم بمظاهرات في قلب امريكا ضد المشروع الصهيوني والمشروع الصهيوني هو اللي بيحكم مصر للأسف الشديد المجلس العسكري اللي موجود ده هو امتداد لحسن مبارك اللي كان بيدي الغازل اسرائيل ببلاش وهو اللي كان بيحكم حدود اسرائيل وهو اللي عمل القدار العازل بيننا وبين غزة وهو اللي حاصر اخواننا في غزة وهو اللي وقع الفصائل الفلسطينية فتح وحماس وبعض وفضل ينظر لنظرية اسرائيل في المنطقة والشرق الاوسط الجديد والشرق الاوسط الكبير وطبعا احنا دلوقتي لو استمرنا في الحال اللي احنا فيه ده هنوصل لفين تاني احنا دلوقتي في قاعد دول ما عندناش بكان تاني نروحه تحت احنا الحل الوحيد ان احنا دلوقتي نوقف ونبتدي نبني ونطلع لفوق فلازم نخلص من حكم العساكر ده الاول نبني الدولة المدنية الاول الدستور لازم يتحط الاول احنا عندنا تونس وعندنا ليبيا دول اقل مننا تقدما واقل مننا تاريخا لكن نحترم ان هم دلوقتي بيشكلوا دستور قبل اي انتخابات انا مش فاهم ازاي احنا هندخل على انتخابات الشهر الجاي والشعب لغاية دلوقتي لا فيه احزاب لها قواعد في الشارع ولا فيه حد فاهم ايه اللي بيحصل والمجلس العسكري فوادي والحكومة فوادي والشعب فوادي الناس بتطالب انهاء حالة الطوارئ المجلس العسكري بيمددها احنا بنطاب بيجاء الدستور بيعملوا لنا انتخابات هيزوروها معرفش ازاي وبيرتبوا لها من دلوقتي هم وفلو للحزب الوطني فطبعا احنا لازم نخرج من هذه المرحلة والشعب كله لازم ينزل انا حزين جدا لمستوى المليونيات اللي بايت بتبقى وفدان التحرير لان الناس رحت فين فين الناس اللي كانت موجودة في 25 يناير لغاية يوم 13 فبراير رحوا فين انا مقيم في مصر ولا في امريكا انا مقيم في مصر وفي امريكا انا عندي الجنسة الامريكية شوكا فان الله عفو سيدي شكرا للمشاهدة